بسم الله نبدأ وعلى طاعته إن شاء الله ونجتمعنا أمنية الله من الصف الأعلى السنوي إن شاء الله النهاردة مع حصة جديدة و درستنا في الأقمار الصناعية طيب النهاردة كده مع بعض حصتنا هنتكلم فيها عن الأقمار الصناعية تطلع إلى الأقمار الصناعية الأول كده و يتعرف عليها ونتعرف إيه أهميتها وإزاي بتتحرك وإن شاء الله النهاردة الحصة يكون دسمة جدا ومليانة عايز ابني وبنتي كده يركزوا معنا للموضوع فائل النهاردة محتاج تركيز كتير شوية في الأول نعرف إيه هو الخمار الصناعية لاحظ كده الشكل يظهر قدامك هو الأرض أثناء دورانها حول الشمس أمر مرتبط بالأرض بالقمر الطبيعي أمر العادي التعني ولكنه بيدور حول الأرض في الوقت اللي الأرض بتدور حول محورها وحولها الشمس يبقى أنا عندي هنا حالتين من الضوران دوران الأرض حول الشمس بفعل هو الجذب المركزي بين الأرض والشمس ودوران الأرض القمر حول الأرض بفعل قوة الجذب المركزي بين الأرض والأمر طيب هنا بقى الأمر الصناعي خد نفس الفكرة أنه هو جسم بيدور حول الأرض في مدار سابق زي الأمر الطبيعي كده بالظبط بحيث أنه هو يظل على ارتفاع سابق من سطح الأرض يبقى إيه الأقمار الصناعية؟ أمر الصناعي تعريف ببساطة كده الجسم يطلق بسرعة معينة تجعله يدور في مصار منحني شبي دائري بحيث يظل بوضع الأرض سابق طبعا الحضرة كانت تقول لي إزاي شبي دائري وهيظل مقدار البوض سابق هقول لك هنا أنه إحنا هنعتبره دائري ولكن في الواقع إحنا عارفين كويس قوي أن أساسا الأرض مش كاملة الاستدارة يعني الأرض جسم كروي غير كامل الاستدارة وبالتالي فإن الشكل بتاعها برضو عشان يفضل الأمر الصناعي بمدار سابق حول الأرض وعلى بعد سابق لازم نتحرك بنفس شكل استدارة الأرض طيب هنا ليه بقى؟ تعالى كده نفسرها لبعض إزاي الأمر الصناعي ممكن يتحرك تعالى نعرف في البداية الأمر الصناعي أو الأقمار الصناعية بدأت إزاي؟ تاريخها إيه؟ وعدين بالتحرك إزاي؟ وفكرتها إيه؟ وبعدين وإيه السرعة اللي تخلي الأمر الصناعي يدور حولها الأرض بدأت أول الأقمار الصناعية بالقمر الصناعي سبوتونيك أو سبوتينيك 1 من سبوتينيك 1 من سبوتينيك 1 ها ده أمر روسي أطلق في عام 1957 وده كان أول أمر صناعي يدور حول الأرض تاني أول أمر صناعي كان يعني معنا كده يا شباب إن الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا حاليا أو دول الروسية أو دول الاتحاد السوفيتي القديمة هي سبقت الولايات المتحدة في مجال الفضاء وسبقتها على فكرة مش بقمر واحد باتنين اللي هو سبوتينيك 1 اللي هو قمر الصناعي الروسي ده اللي كان شكله بالمنظر ده كده وكانت أول محاولة لارتياز الفضاء أول أمر صناعي يدور حولها الأرض تاني الأمر الصناعي سبوتينيك 1 ايه ده بقى فوتينيكتو يا شباب اللي هو كان يحمل أول كائن حي يصعد إلى الفضاء الشكل اللي ظاهر اللي ظاهر قدامنا ده لأول كائن اللي هو لايكا لايكا اللي هي طبعا مش هيجربه على إنسان عشان يبعتون للفضاء في الأول فجربت زيارة الفضاء على الكابة لايكا اللي هي أول كائن يزور الفضاء دي صورة فعلية لها من داخل المكروك اللي أطلقت من خلانه طيب الكلبة لايكا طبعا هذا الكائن اللي كان رايح يضحى به عشان يطلع للمجهول يطلع للفضاء طبعا هنا كانت من خلال رحلة الفضاء اللي كان بتحمل القمر الصناعي الروسي سبوتينيك 2 اللي هي كانت في 3 نوفمبر 1957 سبوتونيك 1 كان في البداية سبوتونيك 1 كان 4 أكتوبر 1957 بعده تقريبا بشهر واحد كان سبوتونيك 2 اللي هو كان كفيكا في 3 نوفمبر 1957 واللي كانت الرحلة بتاعته بتحمل أول كائن حي ليصعد إلى الفضاء اللي هو كان بيحمل الكلبة لايكا وعلى فكرة دي فعلا صور فعلية لايكا من داخل المككوب طيب يبقى هنا إحنا عرفنا مع بعض إن كان بداية ارتياد الفضاء كان أيها القمر الصناعي الروسي سبوتينيك 1 وبعدين القمر الصناعي الروسي سبوتينيك 2 طب تعالا كده بعدها بدأت بقى الولايات المتهدة تدخل في مجال الفضاء عن طريق رحلة الفضاء عن طريق المكوك ديسكابري ديسكابري يا أخواننا هو كان مكوك فضاء يحمل طبعا ده كان في إيه لحظة معلش كده نرجع لديسكابري تاني ده أول ما كوك فضاء كان بي أطلق من الولايات المتحدة الأمريكية ست 1958 كان بيحمل أول رائد فضاء يصعد إلى القمر على فكرة اللي هو بيزيه العسكري اللي قدام الهارم ده هو ودي فعلية لا دي مش صورة متركبة يا شباب دي اللي قدامنا وهو داخل مكوك الفضاء وهو داخل مكوك الفضاء كان يوري جاجرين أول إنسان يدور حول الأرض طبعا بعد ما جربوا في الكلمة الأيكا الأول أرسله يوري جاجرين سنة 961 الصورة اللي هي قدام الهارم دي يا شباب كانت ليوري جاجرين أثناء وجوده لتقلد وثام النيل سنة 162 من الزعيم الراحل جمال عبد المصر يوري جاجرين في مصر يوري جاجرين يتقلد وثام النيل سنة 62 طيب يبقى هنا تانية يا شباب يبقى أول كائن سعطي الفضاء كانت الكلب من خلال الرحلة التي كانت تحمل محكوك ما كو من خلال الرحلة التي كانت تحمل أيوة القمر الصراعي طيب أول رحلة فضاء تحمل إنسان إلى سطح القمر كانت أيوة كانت الرحلة أبوله كانت ما كوك الفضاء واللي كان بيحمل يوري جاجرين في أبريل سنة 1961 ويوري جاجرين زهر مصر سنة 1962 وقلد بخلالة النيل من قبل الزعيم جمال عبد المصر طيب بعدها بدأ مركبة الفضاء الأشهر اللي هي المركبة الأمريكية أبوله 15 واللي كانت بتحمل بقى رايد فضاء تاني خالص إيه ده ده بقى مش عشان يدور حول الأرض مش عشان يتحرك حوالي الأرض بس لا رايد الفضاء اللي طلع مع عبد المصر كان عشان ينزل على سطح القمر اللي هو أول إنسان يصل إلى سطح القمر اللي هو الأمريكي بالأرمسترونج يبقى هي كانت بتحمل أني كانت بتحمل أو الإنسان يبقى مين بقى يا شباب المركبة مركبة الفضاء أو مركبة الفضاء لا هي مركبة الفضاء مش مكوك وهنبقى يعني قدام إن شاء الله حضرتك من خلال قراءاتك بقى ومن خلال طباحه شوية في درسة الفضاء تقدر تعرف الفرق بالأتنين مركبة الفضاء أبو النحد عشر اللي هي كان بتحمل أول إنسان يسعد إلى سطح القمر اللي هو رايد الفضاء الأمريكي طيب تعال كده مع بعض طبعا يا شباب ده شكله على سطح القمر طيب هو كان بيتحرك ليه كده بيتحرك طبعا لإن إحنا عارفين كويس أو إن كتلة الأمر أقل من كتلة الأرض في كتلة القمر صحيح أصغر ولكن عجلة الجاذبية الأرضية على سطح القمر هي ستسة عجلة الجاذبية الأرضية على سطح الأرض وبالتالي لا يمكن الاستقرار على قدم وحدة لإن الجاذبية مش فتساعد على الاستقرار دان النيل أرمسترونج أثناء حركته من خلال المركبة ناصر أو سط اللي هي كانت بتتحرك معاه على سطح الأمر وبصلا جباب عشان بس نرد رد بسيط جدا على أي حد يرد كده اللي هو فكرة تشكيك في نزول إنسان على سطح القمر أو صعود إنسان الفضاء أو كلام ده حضرتك بتسمعني دلوقتي من خلال شركة الانترنت اللي هي كابلات ضوئية بحرية واللي حدست عن طليل أقمار الصناعية حضرتك بتتفرج على تلفزيون الشاشة اللي حضرتك حطتها قدامك دلوقتي من خلال آه حضرتك ممكن تدخل معنا على القناة التعليمية مثلا على قناة مدرستنا وتتفرج من خلال إيه إذا ده أقمار صناعية إذا فيها أقمار صناعية يبقى ما نشككش الله لأن إحنا شايفين أثرها أنا ما طلعتش مع أقمار صناعي بس أنا شايف أثره بلاش نكون من دو عد يعني بعيدة عنا كده الجهل عايزين نطلع من المجال الصغير قوي للعلم وشباب ننتظر أن أنتوا تكونوا علماء مستهبة أنتوا الجيل اللي إحنا منتظرين بجد طيب قدامنا هنا طبعا طبعا الجزء صغير كده صورة نلقى مسترونج حد سألني من أولادي كده قال لي مين اللي صور لما كنت بتقولوا أنه هو إنسان واحد هو أول إنسان ينزل إلى سطح القمر وأن هو المركبة الفضاء أو المكوك بقى اللي كان بتحمله المركبة أقول له انفصل وكان موجود على ارتفاع معين من سطح القمر وكان يقوم بتصوير حركة نير عمسترونج عن طريق تحكم بقى التاني حد قال طيب حضرتك هنا صور العلم اللي بيرفره ما هو الأمر مش عليه بلاش كلام أفلامي يا أخوان كانش في عالم بيرفره ولا حاجة هو كل حكاية عمسترونج وضع علم بلده على سطح القمر وحركه بيده كده حركة خفية ولكن بدون بيرفره ولا حاجة أما التركيب اللي هو العلم اللي بتحرك أو الصورة فهي أحد الصورة المركبة لتكريمه زي الصورة اللي حطناها في الأول الشمح يبقى هنا يا شباب تاني بقى نرجع من البداية كده خالص نتذكر كده مع بعض تاريخ الفضاء أو تاريخ حركة الفضاء من البداية قلنا تاني إن أول غزو للفضاء كان عن طريق إيه ها الأقمار قلنا إن أول إن الأقمار الصناعية هي أجسام بتطلق بسرعة معينة تجعله يدور حول الأرض بسرعة سرعة إن تاريخ الأقمار الصناعية بدأت ب اللي هو كان أول أمر صناعي يخرج ليدور حول الأرض يستكشاف الأرض من العالم كله أو يستكشاف الفضاء أول تجربة لغزو الفضاء عن طريق آآ ده كان فيه أربعة أكتوبر عام 1957 وده من خلال وكالة الفضاء الروسية طيب بعد سبيتانيك وان أرسلت مكوك فضاء يحمل سبيتانيك تو وده كان بتحمل معاه أول كائن يصعد إلى الفضاء اللي هو الكلبة لايكا يبقى في تجربته اللي هو كان بتحمل أو الكائن يصعد إلى الفضاء اللي هي الكلبة مين اللي هي الكلبة لايكا وده كانت في 3 نوفمبر سنة 1950 ما استروا ممكن يسألني عن التاريخ بصر حبيبي طبعا احنا مش بنذرس التاريخ ولكن تاريخ العلم لابد من ما عرفته للاستفادة منه يعني هنا حضرته احنا أول ما بتلو أرسلوا أرسلوا قمر صناعي فان ثم قمر صناعي أو مكوك يحمل كائن بس مش كائن بشري لما تأكد ان الكالبة لايكا نزلت سليمة بدأوا يرسلوا discovery من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اللي هي بقى التأسيس ناسا وده اللي كان بيحمل ايه اول انسان بيصعد إلى سطح اول انسان يصعد إلى الفضاء اللي هو نيل أرمسترونغ في 1961 وطبعا الروسي آآ 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 آسف أول انسان يصعد إلى الفضاء ويدور حول الأرض اللي هو يوري جا جارين في 1961 ويوري جا جارين اللي هو ظهر مصر بعدها في 1962 هنا لما كنا بنبحث عن العلماء نبحث من هنتعلم من مين فعلى فكرة معنى زيارته لمصر نحن دولة كبيرا احنا كبار يا اخوانا احنا كبار قوي لو سمحت حب بلدك وحب نفسك وحب علمك تكبر البلد دي بيكم انتو المستقبل عايزين التكريم اللي جاي بقى وسامينين اللي يكون لحضرتك طيب بعدها كانت أول 11 اللي هي في سنة 69 وكاية تحمل أول إنسان تطاق قدمه بسطح القمر اللي هو نيل أرمسترونج و نيل أرمسترونج اللي هو الأمريكي نيل أرمسترونج اللي هو أول إنسان تحرك على سطح القمر أول إنسان قدر يتحرك على سطح القمر وكان او المحاولة للهبوط على سلطة الامر من خلال كائن بشري او انسان بشري. طيب ازاي الامر الصناعي يتحرك لها? تعال هنا احنا هنا خدناها من ناحية تاريخية. ولكن احنا عايزين بقى نتكلم على شوية من ناحية علمية. حضرتك يا مستر. فاحنا مش هريدين استاريخ يعني. لا هو طبعا انا زي ما قلت لك ان تاريخ العلم شيء عظيم جدا لازم نتعرف عليك كويس. ولكن فكرة الامر الصناعي. بص كده كويس قوي للشكل اللي ظهر قدامنا. وتعال نترجمه واحدة واحدة. اول حالة اللي هي السرعة فيه واحدة. عند اطلاق قذيفة من مدفع في اتجاه افقي. بسرعة معينة فانها تسقط سكوطا حرارة على سطح الارض. ده معناه يا مستر. يعني حضرتك لو احنا اطلقنا. لو خدنا مدفع وحطناها على ارتفاع معين. واطلقنا منه قذيفة افقية. ايه تبقى زي المغزوفات الافقية. اللي هي التأثر بعاجلة الجاذبية الارضية. اللي هي هتسقط سقوط حر. هتتحرك افقيا بسرعة منتظمة. ولكن رأسيا تحت تأثير عاجلة الجاذبية الارضية. ولكن هتوصل للارض. بص كده. هنا بقى سرعة. لما كانت له. لما كانت بطيئة نسبيا. سرعة. اللي هي ايه السرعة دي. اللي هي البي اي. اللي هي سرعة قذب. اللي هي السرعة اللي قذفت بها كانت بطيئة نسبيا. اتحرك ولكنه سقط بعد مسافة صغيرة كده عاصل. طب ايه رأيك. لو فاستر اللي هي سرعة اكبر شوية. يلا كده نبص. هنا البي اتنين. لاحظ كده. بزيادة السرعة اللي هيحصل. هتقطع اكيد القذيفة مسافة اكبر يا مستر. فاكر حضرتك قوانين مغزوفات. لاجع كده. الار في المدى الفقي. كانت ايه? في اي اكس على التي. طب التي كانت ايه? ايه ده يا مستر. حضرتك توصل ان التي اللي هي. ايوة برافو عليه. اللي هي جزر جي اتش. او اسب. التي كانت بتسوي يا شباب ها? ايوة ايوة. اتش على اتنين جي او جزر اتش على اتنين جي. هنا يا شباب معنى كده ان كل ما زد. في اي. وطبعا لو قيمناها بدلالة الفي اي. هتطلع. ايوة في اي تربية على. اتنين جي. تمام. طب هنا يا مستر حضرتك بتوصل كده. يعني الموضوع كده يا مستر بيكبر منه قوي. هنا الرجل ده. كل ما زادت السرعة الافقية. يعني ابعد شوية عن قد مغزوفات. بس خليها عقلانية شوية. كل ما بتزيد السرعة الافقية هيحصل ايه? اه هنا لما بقت السرعة الافقية اكبر زادت المسافة. حضرتك توصل ان كل ما هنزود السرعة كل ما هنزود المسافة. كل ما هنزود. لغاية لما حضرتك هنا تطلق القزيفة بسرعة معينة. ايه? ما تلحاش توصل للارض. توصل للنهاية. كده هيستمر الجسم تحت تأسين الجاذبية الارضية. هنا هيتولد عليه قوة طرد مركزي. ايه السرعة اخواننا بتولد قوة طرد مركزي. تساوي قوة الجاذب المركزي. تمام. وبالتالي هيفضل الجسم يتحرك في مصار دائري مغلق. هنا بقى السرعة اللي تولد قوة الطرد اللي تساوي قوة الجاذب. دي هنسميها السرعة ايه? المدارية. يبقى هنا تاني كده. نرجع لها بقى من الاول ونقول لها تاني من البا مع بعض من البداية. نعيد تاني معلش من البداية خالص. نبص كده يا شباب. اللي بيحصل تاني عشان يتحرك الجسم في مصار دائري. او فكرة الامر الصناعي. هنا قلنا ثاني الفكرة اننا باطلقه بسرعة. تمام. بس لو السرعة صغيرة هيسقط. لو زادت شوية هيسقط بعد مسافة اكبر. طب لو زادت اكتر ها. ايه هياخد مسافة اكبر يا مستر في السقوط. لغاية لما نوصل لسرعة اللي هي تحاقق اني. قوة الطرد. النتيجة من السرعة. تساوي قوة الجذب. النتيجة من الجاذبية الارضية عند مدار القمر الصناعي. وبالتالي يدور الجسم في مصار دائري. ودي اللي احنا بنسميها السرعة المدارية. اللي هي ايه بقى? تقدر حضرناك تقولي لها تعريف قبل ما نصره. ايه بس. هتقول اني هي السرعة التي يتحرك بها القمر الصناعي. حتى يتمكن من ايه؟ من الدوران في مدار سابت حول الارض. بس يخد بالك. لو زد عن السرعة دي هيحصل الحالة. الربعة بقى اللي ظهرها قدامي هنا. ان الابعر الصناعي ينطلق ويسيب مدار ويمشي. يبقى اذا السرعة المدارية بقى تعالى نستنتجها كده مع بعض او نحسبها مع بعض. بصوا يا شباب. احنا اتفاعلنا السرعة المدارية. هي السرعة اللي هتولد قوة طرد. بتسوي قوة الجزب. محضرتك تقولينا كده. قوة الجزب اللي هي ايه؟ قوة الجزب احنا اتفاعلنا ان القانون العام للجزب. اللي هو قانون الجزب العام. اللي هو الاف بتسوي الجي في الام في الام مع الار تربيع. من الجي اللي هي سابت الجزب العام. ومن الام كابتا اللي هي كتلة الارض. ده باعتبر ان الامر ده بيدور حول الارض. لكن انا ممكن اطلق قمر بيدور حول اي كوكب. ومين؟ الام سمول اللي هي كتلة الامر الصناعي والارد تربيع الارد سمول اللي هي المسافة بين مركز الامر الصناعي ومركز الارد. اللي هي باختصار كده الارتفاع الامر زائد نصف قطر الارد. المفروض هنا ان قوة الجذب دي تسوي قوة الطرد. انك جاء من السرعة. قوة الطرد اللي هي الام في الفي تربيع على ار. يبقى اذا يا شباب انا وصلك القوة اللي سرعة معينة. تحقق ان القويتين دول يساوي بعض هيضور الجسم في مصار دائري. اذا يا شباب هنا انا هقول. لو لو الامر الصناعي هيضور في مصار دائري يبقى لازم الجي في الام ام مع الار تربيع بتساوي الام في البي تربيع على الار. وبالتالي ده احنا عندنا كده اختصارات بسطة جدا. اني عندي الار مع الار مع التربيع. فضل عندي في المقام ار بس. طيب وعندي الام. يا هه كتلة الامر الصناعي. اذا ايه فيها تساوي ايه بقى. كده نقدر نستنتج الصرعة المدارية بسهولة جدا. الفي اللي هي جزر جي في الام على ار. الجي اللي هي ثابت الجزب العام. الام اللي هي كتلة الامر اه كتلة الار. او كتلة الكوكب ده احنا لو هنطلق القمر الصناعي يضروحها ولا اي كوكب التاني. الار اللي هي المسافة بين القمر الصناعي ومركز الارض او مركز اي كوكب هيطلق حوالي الامر الصناعي. اذا يا شباب. في حاجة بقى عايزك تلاحظها كويس ايه. انا هنا ما عنديش كتلة الامر الصناعي اساسا. ايه يا مستر? ما عنديش كتلته. بمعنى اني اذا كان الامر الصناعي خفيف. اذا كان مكوك تقيد. اذا كان محطة فضاء. اذا كان مدينة فضائية. هتتحرك بنفس السرعة ما دام عند نفس الارتفاع من سطح القرض. ليه? لاني اذا كان نفس الارتفاع يبقى الاتش والار كابتال واحد. يبقى الار اسمولة هيكون متساواة عندي كتلة الارض وسببت الجزب العامة قدير سبتة. في الحالة دي يبقى البي هتطلع لمقدار سبت. اذا يا شباب نقدر نحط تعريف للسرعة المدارية للقمر الصناعي دي. اتفانى بقى ان هي ايه? ايوة اللي هي قانونها في بتساوي جزر جي في الام مع الار. اخد بالك السرعة المدارية دي خلت الامر الصناعي يعمل ايه? نلاحظ كده حركة الامر الصناعي ها. يدور في مدار سابت على بعد سابت من سطح الامر. يبقى هي السرعة التي تجعل ها. السرعة التي تجعل القمر الصناعي يدور في منحنى شبه دائري بحيث يظل بوعده عن الارض ايه? مقدار سابت. تاني. السرعة بتجعل القمر الصناعي يدور في منحنى شبه دائري بحيث يظل. بوعده عن الارض ها? مقدار ايه? سابت. السرعة دي او اللي هي السرعة القمر الصناعي في الحالة دي اه يا شباب اللي هي بتولد قوة طرد تساوي قوة ايه? الجزد. طيب. تجبعا. السرعة المدارية للامر الصناعي هنا. انا ممكن اقول اني البي بتساوي جزد جي في الار ايه ده يا مستر ازاي الكلام ده حضرتك تستند ايه الجي دي هي عائلة الجاذبية الارضية اه بس عند مدار القمر ليشدت مجال الجاذبية الارضية معلش لحظة كده جي هي شدت مجال الجاذبية الارضية عند مدار القمر الصناعي اللي هي جي في الام مع الار تربيع عور بيها كده جي في الام مع الار تربيع مضروبة في الار الار اللي في البسطة هتروح مع التربيع اللي في المقام ايه ده يا مستر؟ معنى كده انا حضرتك ان احنا وصلنا نفس القانون اللي هو جزر G في الامة كابيتل على R. ومن الارباء اللي هي البعد بين الامر الصناعي ومركز الارض الار اللي هي الار كابيتل زي ايه رأي بقى حضرتك؟ كده احنا عرفنا اقمار الصناعية بدايت من الحاد السوفيتي عن طريق وبعدين اللي كانت بتحمل رحلته اول كائن حي اخرج او الفضاء اللي هي شلبة لايكة يبقى هنا انا استفدت من الناحية التاريخية بتاعتها اني اولا انا مش هضح لي بكائن حي في الاول هجرب تجربة وبعدين كائن غير ادم للبشر خلاص عدى الكائن غير البشر اتاكدت من سلامة التجربة بدأ اول كائن باشر اللي هو مين؟ ايواء اللي هو يوري جايرين وبعد كده وصلنا الى نيل ارمسترونج اللي هو اول كائن يضع قدمه على سطح ايه الارض ايه ايه على سطح القمر طيب عرفنا بعد كده اني القمر عشان يتحرك لازم ايه برافو عليك لازم يتحرك بسرعة سابتة تولد قوة طرد تسوي قوة الجاذب اللي هي البي بتسوي جازر جي في الام على الار او بي بتسوي جازر جي سمول في الار حيصو جي سمول هي شدة مجال الجاذبية الارضية او شدة مجال جاذبية للكوكب عند مدار القمر الصناعي وليس عند سطح ايه الارض يبصر على المدارية جي بتسوي جازر جي في الام على الارض بتتوقف علي ايه با ايه اه يلا من القانون كده تتوقف علي ايه مستر هو لو لو على الارض بص هو على اي كوكب جي سبتة ولكن لو انا بحاول استكشف كوكب من خلال اطلق قمر صناعي يدور حول هذا الكوكب يبقى انا هتناسب مع كتلة الكوكب بس مش كتلة يبقى اه السرعة هنا هتتناسب مع جزر كتلة الكوكب وعمع جزر المسافة اه تاني شباب قلنا هنا بقى السرعة المدارية هتوقف علي ايه يا الله مستر قلت لنا حضرتك الجزر التربيعي لكتلة الكوكب اللي هي الام اللي هي تناسب ايه ترضي وبعدين ايوه مربو عليه والجزر التربيعي لمربع لنصف قطل او المسافة بين مركز الكوكب والقمر الصناعي اللي هي هنا تناسب ايه عكسي ليه ايوما هي جزر جي بس الجي بقى هنا ثابت لانه هو ثابت الجزب ايه طيب كمل معي حضرتك كده الامر الصراعي عشان يدور حوله ها عشان يدور حول الارض يلزموا زمن للدوران اللي هنسميه الزمن الدوري للقمر الصناعي يطلع ايه بقى الزمن الدوري للقمر الصناعي ده ايه ده ده ايه ده مستر دك انه هو الزمن وهو يا اخوانا الزمن المهو الأمر الصناعي بيتحرك حركة دورية والزمن الدوري هنا زي 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 الزمن الدوري للحركة الدورية بالزبط وهو فعلا قانون الجزب العام وقانون الجزب المركزي ما هو يتنين يا اخوانا حركة دائرية واحنا رو لسه السرعة المدارية اساسا واخدينها منه ده حضرتك تقصد بقى كده ان تي بتساوي اللي هي اتنين باي ار على الفي اللي هي محيط المحيط المدار يتحرك في الامر الصناعي على السرعة المدارية اقول لك على حاجة والتعريف واحد يعني ايه يعني الزمن اللازم ليكمل الجسم دورته دورة كاملة حول ما ايوه هنا برضو الزمن اللازم ليتمل القمر الصراعي دورة كاملة حول الارض او حول الكوكب اللي هو بيدور ايه حوله يبينها عيفنا مع بعض الزمن الدوري عيفنا مع بعض السرعة المدارية نفتك القوين كده بسرعة ايوه السرعة المدارية بتساوي جزب جي في الام كابتل على الارض طبعا جي كابتل اللي هي ساوية الجزب العام في الام كابتل اللي هو كوطر الارض على الارض اللي هي نصف كوطر مدار الارض اللي هي بتساوي الارض كابتل زي اتش اللي هي نصف كوطر الارض زي الارتفاع وممكن اقول ان البي بتساوي جزب جي بس جي سمول في الار اللي هي شدة مجال جازبية اللي هي تساوي الجي في الام على الار تربيعا وممكن اشوف ان الزمن الدوري بتساوي اتنين باي ار على البي وان شاء الله انتظرني الحصة اللي جاية اجمع لك كل قوانين حركة الدائرية في تدريبات عامة كده عن الأقمار الصناعية والحركة الدائرية. لا مش اللي جاي بس. ده احنا ممكن ناخد حصتين بسان طيبين. عشر رمضان. ممكن ناخد حصتين اللي جاي كمان. عن اقمار الصناعية. احنا استنى وحدة واحدة. اللي هي الطاقة والشغل. دي بازن الله. نبدأ فيها من الاسبوع القادم وبعدين. يعني الحصة الخميس ان شاء الله تبقى مراجعة. والاسبوع القادم. نبدأ في الوحدة الخير وبعد كده نبقى معانا مراجعات لمدة كافية جدا جدا جدا. طيب بس برضو وعد انه جمع القوانين الحركة الدائرية كلها والأقمار الصناعية و جذب العام و شربة مجالة الجذبية كلها مع الحصة الجيدة ان شاء الله. طيب تعال كده بقى نعرف من الموت حالات خاصة كده صغيرة عن الأقمار الصناعية وبعدين ندخل مع بعض على مسألتين خفاف كده يفكرونها بس. هنا يا شباب. عشان احرك امر ايه لو. لاحظ كده الشكل يصر قدامي. ايه ده ده امر صناعي بيقى ده مسترد. ولا امر صناعي بينفاجر. ولا بتحرك. لا ده فعلا بيسقط نحي نحو سطح الأرض. ليه? هنا امر صناعي توقف. سرعته اصبحت بتساوي صفح. اذا هو ممكن امر الصناعي يقف على الدوران? وين? اصولة. لو قلت سرعته هيتحرك في مسار حلزولي الى ان يسقط على سطح الأرض. ليه? لان قوة الطرد هتكون اقل من قوة الجزب. طب لو ان عدم. يعني لا اي صدفة. اصطدم من ايزك. جسم فضائي شارد خبط في الامر الصناعي. وقفه. فرميله. السرعة المدنية بتاعته اصبحت بتساوي صفر. الا هيحصل الامر الصناعي. ايه ده? معنى كده انه هو يتأثر بقوة الجزب بس. مفيش قوة ايه? طرد. وبالتالي هيسقط في اتجاه عمودي نحو سطح الأرض. طب ايه رأي حضرتك بقى? لو حصل. طبعا ده على فكرة صورة لأحد الاماكن اللي سقط فيها طمر صناعي بشكل عنودي او بشكل مباشر على سطح الأرض. طيب هنا. لو ان عدم قوة الجزب بين الأرض. والقمر الصناعي. او زالت قوة الطارد نتيجة لزيادة السرعة. لو ان عدم قوة الجزب. هو طبعا ده فكرة مستحيلة شوية. ولكن زيادة السرعة. دي فكرة وده. طبعا هنا. كده لو ان عدمتها تحرك في خط مستقيم. في اتجاه المميز. اما الطبيعي ان لو حصل زيادة في السرعة. هينتج ايه? ان الامر الصناعي هيبدأ يتحرك في مسار حلزوني للخارج. حتى يفلت تماما من الجاذبية. يبقى ما يتأثرش يخرج من مجال الجاذبية الارضية تماما. يبقى هنا يا شباب قلنا مع بعض حالات الأقمار الصناعية بقى. اذا توقف لأي سبب? هيسقط على الارض. بس الحالة الطبيعية. اني لو قلت سرعته لأي سبب? هيتحرك فيه. طبعا لو توقف فهيسقط اتجاه المميز. لو قلت سرعته. هيتحرك في مسار حلزوني حتى يصل الى سطح الارض. طيب هنا. استنى بقى. اذا زادت سرعة الامر الصناعي. ايه? طبعا اذا انعدلت الجاذبية عنه. هيتحرك في خط مستقيم. ولكن اذا زادت السرعة فهو يتحرك في مسار حلزوني ينخرج حتى يخرج من مجال الجاذبية الارضية تماما. خد بالك. انا اكدت عليك اني الفي بتساوي ايه? جاذر جي في الام على ار. وبالتالي. الفي لا تتوقف على الكتلة. لسا هيلك شوية? لو حجر صغير. لو مدينة كبيرة. لو مكروف فضائي. لو مدينة فضائية. لو مركبة فضاء. كل ده بيتحرك في مسار سابت حول تلقاء الارض. بنفس السرعة. اذا كان على نفس ايه? الارتفاع. طيب. يبقى هنا سرعة الامر الصناعي تتوقف على ايه? ان كتلة الكوكب ونصف قطر المسار. ولكن. طبعا كتلة الكوكب ونصف قطر المدار ولكن لا تتوقف على كتلة ايه? الامر. ولا كتلة مركبة الفضاء ولا مركبة الفضائي. يعني الجسم الفضائي كتلته بالنسبة لنا ما تأثرش فيه في مقدار السرعة اللازمة لتوليد قوة الطرب اللازمة لمساواتها بقوة ايه? الجسم. طيب. الامر الصناعي. بيدور فيه مصاب دائري حوله? الارض. ليه? ها? نأكدها بقى? نأكد الفكرة بقى خلاص. كده احنا خدميها كلها وعدناها اكتر من مرة الحصاري. قلنا لانه بيتأثر بكم قوة? بيتأثر بقوتين يا مستر. ايه هما? ها? هيا الله. قوة جذب. نتيجة. ها? قوة جذب نتيجة لتجذب الكتل او تجذب البدي بين الارض او بين الكوكب والامر الصناعي. نتيجة لجذب. الارض هي يسيد. طيب. والتانية ها? قوة ايه? ربو علي. قوة طرب. نتيجة من سرعة القمر الصناعي. وما دامت القوتين متساويتين في المقدار. وما دام القوة الجذب عمودية على اتجاه السرعة المماسية. هيتحرك القمر الصناعي في مصار دائري ثابت حوله الارض. طيب. احنا تعبير روحنا يا مستر. وبندرس الاقمار الصناعية لنا. صدقني لو ما فيش امر صناعي ما كنتش حضرتك سمعتيني دلوقتي خالص. ليه? لان الاقمار الصناعية هي الاصل في عمليات ايه? الاتصال. تخيل بقى كده لو توقفت الاقمار الصناعية ما فيش موبايل. ما فيش انترنت. ما فيش اتصالات. ما فيش تلفزيون. ما فيش اي حاجة من الحاجات دي. كل ده ينعدم. ليه? لان هنا يا اخوانا الامر الصناعي هو اللي وظفته. انه يستقبل الاشارة ويعكسها تاني للارض. اللي هو وظفته ينقلها الى مسافة. يصعب الوصول اليها لاسلكيا. ويصعب الوصول اليها عن طريق اشارات الراديو العادية. طيب. الامر الصناعي هو اللي بيندين اشارات الانترنت. بديل لالياف البحرية. اللي هي لها قدرة معينة. ولكن الامر الصناعي ساعتون بكون اكبر. دي اقمال لتصالات اشارات. طيب هنا ايه كمان? عن طريق تحديد الموقع. انت حضرتك او ده جي بي اس اعتقد بقى احنا كلنا. مفيش حد فينا او معظمنا. استخدموا قبل كده. وعارف كويس قوي ان انا لو رايح مكان مش عارفه. هاتصل عن طريق الامر الصناعي بجي بي اس هيحدد لي المكان ويحدد لي الطريق ويحدد لي اسهل الطرق اللي اتحرك بيها. لا ده كمان انا ممكن اشوف بيتنا. ايه? اه برامج الارث كتير جدا. طبعا ممكن ابرزها حاليا اللي هو جديد الارث. اللي هو نقدر من خلاله رؤية الاماكن من الفضاء. طبعا ده بالنسبة لنحنا. ارتخيل بقى بالنسبة للمراكز البحثية ممكن يباشر. لايه ايه? طيب هنا. ده اقمال لتصالات. ايه ده هو في اقمال تانية? طبعا. طلبة اطلقنا قمر الصناعي اذا انا هنا عايز ادرس ايه? الفضاء اللي هي الدراسات الفلكية اللي هي تتمكن من تصوير الفضاء. بس هنا بقى مش بنصور الفضاء. ده مش جاليليو. جاليليو صور الفضاء من داخل الارض. انتري تيليسكوب. وبالتالي ما كانش قادر يا او يعني نظر نقول انه هو ايه دراسته كانت قاصرة الى حد ما. وان كان الراجل اشكرا هو اول من قال. اول من قال في العصير الحديث ان الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وليسة الارض. ده او شالي في ده قرن 16 اخوانا. ولكن هنا الاقمال الصناعية بقى. لا قدرت تدرس تركيب الكواكب واعدادها والكواكب الخارجية والداخلية وتركيب كل كوكب. وقدرت تعرف المجرات. وقدرت تعرف النجوم. وقدرت تعرف شكل الكون. وبدأت تدرس الموجات الراديوية اللي موجودة في الكون حتى انها ممكن توصل الى فكرة كيف بدأت. بدأ الكون. على فكرة لا يتعارض مع الدين. العلم هو اكتمال الدين. ولكن حضرتك هنا. اتعلم كويس عشان تنفع نفسك وبلدك ودينك. يا الله يا شباب. الاقمال الصناعية بتستغرم في الصعام بعد. ايه? اه يا راجل. ده احنا بنعرف السلوات المعدنية واماكن البترول واماكن المياه الجوفية. دكتور فارو الباز. اسألوا بقى. يعني ما فيش اكتر من ان احنا يكون عندنا علم مصري زي ده. تخيل بقى احنا بدايتنا في العلم من فين. يعني يوري جا جارين. من اول تكليماته بعد عوضيته من الفضاء كالسو مصر. قلية النيل. و. عندنا من اكبر علمات المعلماء الفضاء في العالم. طيب. خد بالك. احنا عن طريق الاخمار الصناعية ندرس. هجل الطيور. بس ما استرحنا مش عندنا الطيور مهاجبة كتير. لا عندنا. ولكن نقدر من خلالها ندرس السلوات المعدنية. تقدر تعرف حضرتك فين اماكن بها السلوات المعدنية اللي موجودة في الارض. تقدر تدرس حضرتك المحاصيل الزراعية. عشان نقدر نقول والله المكان ده ينفع فيه امر. والمكان ده لا يزرع بكزا ويزرع بكزا. ليه? عشان ظروف التقصف هنا كزا وهنا. ده من خلال طبعا دراسات الاقمار الصناعية. الاقمار الصناعية اخواننا هي اللي بتدرس الاعصيلة. فاكر حضرتك 2020 والاعصال اللي كانت عصل. هنا. مين اللي عرفنا به من قبلها? طبعا هنا خرائط الاقمار الصناعية. طيب استنى استنى الاقمار الصناعية كمان بتعمل ايه? ايه ده? استطلاع وتجسس. اه طبعا عندما هي مجال. يعني ايه? عايز كل المجالات العلمية دي وما يبقاش فيه مجال عسكري واحد يا رجل. هي بتوفر ايه? المعلومات اللي بحتاجها في ايه? اسنان الحروق. حضرتك تيضر بتعرفش مكان على دي وقت. تيضر بتعرف التعامل مع ازاي? تحركاته. وبالتالي تيضر لو انت قائد. تنينك يا قائد. وكدر تاخد قرارك السليم بما ينفع مكانك وجيشك وبلدك. طيب. يلا يا شباب. الاقمار الصناعية كمان بتتسرب ليه? لرصد الاحوال الجوية. اه ما احنا قلنا هنا. مين اللي هيعرف لي بقى حالة الطقس والحرارة والاعصير والتجار الرياح? ده كله من خلال اقمار الصناعية. يبقى اخنا عرفنا مع بعض. اهمية الاقمار الصناعية? اللي هي صلاة كل انواعها. ايوة. اقمار الصناعية. تاني بقى ارجع كده? تعالى يلا نشوفها. نقولنا تاني اقمار ايه? ها? الاتصالات. وبعدين. بعد اقمار الاتصالات. اتكلمنا في ايه يا شباب? الاقمار الفلكية اللي هي دراسة الفضاء. وبعد الاقمار الفلكية عرفنا ان الاقمار الصناعية بتستغلل في عمليات الاستشعار عن بعض. وبعدين عرفنا معك كده. ان الاقمار الصناعية طبعا حضرتك هنا. يا مستر اه ده في جزء نظر كثير كده. ارى الامتحان التجريبي اللي حضرتك شفته النهاردة? وتعرف اني برضو. مش معنى ان انا فاهم اني الاجزاء دي تبني. ما هو من ضمن الفهم. ما عرفتي اهل مية اللي انا بغيسه. وهو ده. وبالتالي. يا شباب احنا عايزين حفظ ما بعد الفهم وليس حفظ بلا فهم. عايزين الاتنين. احنا آآ يعني نبغي الكمال في العلم يا اخوانا. طبعا هنا الاقمار الصناعية كمان. في اقمار اللي هي الاقمار العسلية في تجاسس. في اقمار اللي هي الاحوال الجوية. طيب. الاقمار الصناعية كم نوع? بصد عشان اريحك. والموضوع ما نطوليش بالنج. الاقمار الصناعية عندنا نوعين في الصناع. اقمار اللي هي التدور حول الارض في مدار سابت او على اتفاع سابت. لا طبعا هي على اتفاع سابت ده على طول. ولكن في مدار سابت نزم. اذا ما كلها بالضرور في مدار سبت. طب يعني ايه اقمر سبتة يعني وقف يا مستر? لا اه دعال بقى. كلمة اقمر سبتة. سبعة غرب. اه يا مستر. يعني ايه? يعني حضرتك هو بيدور في مدار على طول. انا لما اوجه الطبق الاستقبال بتاعي هيكون فيه سبعة درجات في اتجاه الغرب. بمعنى هنا يا شباب. انه هو مش هيتحرك من مكانه. هيبدل سبت بالنسبة بالنسبة لنفس النقطة على سطة الارض. ليه? لانه بيدور بزمن دوري يساوي زمن دوران الارض حول محورها. بمعنى انه هو عبل ما يطمل دورة كاملة حول الارض. تكون الارض هكمل الدورة كاملة حول محورها. وبالتالي بيبضل سبت بالنسبة لنفس النقطة. طيب ده الاقمر السبتة. في عندي بقى? اقمر متحركة. اللي هي ايه? لا. زمنها ممكن. طبعا زمن دور الارض حول محورها تقريبا اربعة عشرين ساعة. اللي هي الاقمر اللي زمنها الدولي. قد يزيد او يقل عن اربعة عشرين ساعة. اللي هي قد يزيد او يقل عن مدة دوران الارض حول محورها وغالبا بيقل. بمعنى انه هو بيمسح مساحة الدينة عن سطح الارض. طبعا الاقمر السبتة يا شباب. كل لاغمار الاتصالات والرصد الارصال الجوية والاغمار في الغلال السنية كلها لازم تكون اقمار سبتة. اما غالبا الاقمار السراوات او المسح الجيلوجي او الاقمار الفلكية او اللي هي الاقمار اه الغاصة بالاغلال العسكرية في بعض الاحيان او في مط你知道 الاحيان بيكون اقمار متحدكة يعني صاعتها او زمنها الدوري بيكون مخالف للزمن الدولي لدوران الارض حولها محورها. كده اعتقد ان احنا جمعنا موضوع القمر الصناعية من كل اجزائه ويعرفناه بكل اجزائه طبعا حضرتك منتظر بقى ايه? ايه والاسئلة بتاعتنا. لكن انا مش جايب لك اسئلة كتير دلوقتي انا بس اه يعني. طب بقى انت بتاع القوانين كده? عشان نتذكرهم ما ننساهمش. تعتمد شدة مجال الجاذبية عند مدار القمر الصناعي. على ايه? الجسمول. ايه بس الموضوع ده. ايه علاقة الجسمول احنا بنتكلم في الأخمار الصناعية يا راجل. ما الجسمول اللي هي الام في الجسمول اللي هي ديني قوة. اللي هي تساوي مين? اللي هي تساوي قوة الجاذب. اللي هي نفسها الجي في الام ام على الار تربيع. اللي هي نفسها بتساوي الجي في البي تربيع على ار. يعني حضرتك هنا. المقصود بقى ان جي سمول هي اللي هتولد اللي هي شدة مجال جاذبية اللي هتولد الوزن اللي هي قوة جذب الارض الامر الصناعي اللي احنا هنسويها بقوة الطرد بتعتمد على إيبان. لحظة كده الجي سمول يا مستر احنا جبناها الصليفات تشدة مجال الجاذبية اللي هي الجي ايوة ارجع الحصة الخامس اللي فات اللي هي الجي بتساوي الجي سمول بتساوي الجي كابيتل الام كابيتل على الارض تربيع. مراجعينها من شوية في الحصادي. اللي هي ايه بقى يا شباب? اللي هي تعتمد على سببت الكذب العام? ده مقدار سببت يا مستر. ايوة كتلة الكوكب? ممكن. لو كوكب مخالف على الارض. طبعا اما كتلة الارض فهي مقدار سابت. لو هو الامر بيدور حولها الارض. طيب كتلة الامر الصناعي? ايه ده? مفيش هنا ام سمول يا مستر. هي جي في الام كابتل على الارض تربيع. طب تعال كده. كتلة الارض? ممكن. كتلة نصف كتل الارض? ده اكيد. لان هو اللي بيكون الارض مول. نصف كتل المدار? ده اكيد طبعا. اذا يا شباب هو بيقول لي ان تعتمد على كل ما يلي. ما عدا ايه? ايه. اللي هي كتلة الامر الصناعي. لان احنا عندنا هنا. ان شدة مجال جاذبية لا تعتمد على كتلة الامر الصناعي. طيب. سؤال تاني? ايه ده? ايه واعتدت حك عنها مستر ليكون بنفس المعنى. بكر كده? ايه رسول بسرعة? السرعة المدارية والزمان الدولي تستقلان عن. مستر? السرعة المدارية اللي هي الفي بتسوي جازة جي كابتل في الام كابتل على الار. تمام. يعني بتعتمد على كتلة الكوكب وعلى نصف كتل المداري اللي هي الار كابتل زائد اتش. بباب. والزمان الدولي. نيم باي ار على الفي. يعني هيعتمد على الار وعلى الفي طبعا يبقى نصف ايه يبقى كتلة الكوكب ويسخوط المداري. نبص كده اللي قدامناك هنلاقي الحاجة الوحيدة اللي هي مين؟ كتلة. بباب عليك. كتلة الامر الصناعي. طبعا انا كنت الاقمار الصناعية او كتلة ويكباك او الاكسام الفضائية لا تؤثر في السرعة المدارية ولا الزمن الدولي ولا شدة مجال الجاذبية الارضاية. ناخد المثال سريع كده. لأحد العلاقات اللي انا عايز بس اقولها لك النهارده والحصة اللي جان اكد عليها بقى. الزمن الدولي نحسبه ازاي؟ انا مستر. احنا قلنا ان هي. اتنين باي ار على الفي. حضرتك ايه بقى اللي حضرتك تقولناها? ايه رأيك? ها? مين في دول يمثل العلاقة اللي ممكن تجيب بها الزمن الدولي? نصلا القانون ده مش علينا. لا عليك. يلا نجرب بص ايه باشا. ابني المحترم كده. اتنين بتسوي ايه? اتنين باي ار على في. طب والفي بتسوي ايه? البي بتسوي جزر جي في الامة على ار. اذا يا محترم. التي بتسوي ايه? اتنين باي ار على جزر جي في الامة على ار. طبعا لو بصنا للار احنا نخرج الاتنين باي بار والار اللي هي نفسها ممكن تبقى جزر الار تربيع ما هي نفسها الار يا شباب. ليه تصبح حضرك عملتها كده ليه? عشان اخرج مقام المقام يطلع للبسط اللي هي الار اللي في المقام اللي هي تحت الجزر تطلع للبسط وبالتالي تبقى جزر اتنين ار اوه جزر ار تربيع على الجي في الامة على ار ويطلع مقام المقام ما هي طلع البسط هتبقى في النهاية خلاص التي بتسوي ايوة. اتنين باي ار جي سبتة برا الجزر في جزر ار تكعيب على الجي في الامة. ده وارد والعلاقة موجودة في اسئلة بنك المعرفة واحنا مش عايزين نعدي علاقة سهلة زي كده شبناه الاجابة اي تاني. كده يا شباب جمعنا الاقمار الصناعية جمعنا افكرها وجمعنا بعض الاسئلة الصغيرة كده عليها تصدرني بقى في حص الخميس. اه تدريبات على الاقمار الصناعية تدريبات على الحركة المدارية تجميع لكل القوانين بكل الاشكال واتمنى لكم ان شاء الله ان اشتركوا بخير مع خلاص امنيات القلبية مكتور السلام محمد الامام خميلي في الزيارة الغرب الزازي وبنقل لكم تحيات تحيات كل العاملين بالاضارة العامة للتعليم الالكتروني